يعطيكم ألف عافي طلاب الأعزاء كل عام وأنتم ألف خير ورمضان مبارك عليكم بإذن الله تعالى اليوم بإذن الله تعالى زي ما اتفقنا بعد ما أنهينا بليرب أوليفر تويست قراءة نقدية لي رواية أوليفر تويست رايحين نبدأ بأنادر بليرب أوف ذا واندرور اللي هي قراءة نقدية أخرى لذا واندرور تبعوا معي يا جماعة الخير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم الآن رايحين نبدأ في قطعة ذا واندرور هي موجودة بالويرك بوك في صفحة 41 إكسرسايز نمبر 6 بقول لك ذا واندرور إز وانوف جيبران خليل جيبران ماستر بيسز إذن ذا واندرور هي إحدى روائع ماستر بيسز التحف الرائعة لمن المؤلف إلها اللي هو جيبران خليل جيبران أنا قرأت الكثير من كتب جيبران and this one وهذه is my favorite تعتبر المفضلة لدي وحكينا ماي بتعود على مين بتعود على الـ reviewer كويس كتير it is a collection it is a collection collection مش collection مش دبل القلب بتشدها collection it is a collection of 52 short stories إذن هي مجموعة متكونة من 52 قصة قصيرة هاي المجموعة which والتي إذن بتعود على إيش a collection بتعود على الـ collection which all جميع هاي القصص تمام طبعا بتعود على a collection of 52 short stories كاملة ديروا بالكم which بتعود على a collection of 52 short stories all revolve round the theme of people being unable to communicate well إذن هاي المواضيع تعونها كلهم بدوروا حول إيش حول المغزى حول فكرة إنه الناس أو بدور حول عدم قدرة الناس على عملية التواصل بشكل جيد مع بعضهم البعض هاي أول فكرة إذن أول موضوع بدور حوله اللي هو إيش the theme the theme of people being unable to communicate well with one another تمام هاي دي كليات هالفكرة رقم واحد عايش بيحتوي الكتاب and manage their different emotions وكيف يتحكموا بعواطفهم المختلفة the book contains many moral lessons إذن الكتاب بيحتوي على العديد من المoral lessons moral lessons هي الدروس الأخلاقية and pieces of wisdom اللي هي الحكمة أو الحكم which are delivered اللي بتوصل to the reader توصل مين القارئ through من خلال very simple stories من خلال قصص مالها بسيطة للغاية reading this book قراءة هذا الكتاب was a very relaxing experience كانت تجربة مريحة جدا I found myself myself بتعود على مين حكينا على الـ reviewer وجدت نفسي in this book وجدت نفسي في هذا الكتاب and felt that وشعرت بأنه it is related so much to my daily life هذا الكتاب بيرطبط بحياتي اليومية إذن كتاب واقعي so it made me ومي بتعود على مين على الـ reviewer it made me هذا الكتاب خلاني جعلني rethink أفكر مرة أخرى a few things in my life خلينا أفكر بشغلات تانية في حياتي and see them from a different deeper perspective يا سلام خلا هذا الكتاب شوف التأثير تاعه أنه يغير وجهته أو وجهة نظره للحياة بشكل مختلف وصار فيه عنده منظور أو تصور أعمق للحياة it is a good book كتاب كويس كتاب جيد for one للشخص to keep بإنه يحتفظ في and leave هون leave ممكن تكون بمعنى إيش الحمد لله مش راحك طاحة من الفيديو الحمد لله يهدينا ويصلح بالكم تمام leave أوكي ممكن تكون معنى ورقة لكن هون إجت verb ليش لأنه ورد to إجت verb and حرف عطف بدي يجو وراءها برضو هذا الـ derivation يا جماعة برضو verb هون leave بمعنى يتصفح إذن هذا الكتاب كويس للشخص بإنه يحتفظ فيه ويتصفحه through every now and then بين الحين والآخر حط لك هنا أسئلة أنا بقول لك answer the following questions based on the text السؤال الأول how many يا سلام القلم تغير رحانه how many short stories does جبران's collection include قداش مجموعة جبران بتحتوي على قصة قصيرة it is a collection of 52 short stories بيحتوي على 52 قصة قصيرة السؤال الثاني what is the theme ما هو المغزى من هذا الكتاب أو إيش هي فكرة الكتاب the theme revolves around بتدور الفكرة تبعة الكتاب حاول إنه إيش people being enabled to communicate well إنه الناس ما بيقدروا يتواصلوا مع بعضهم البعض بشكل جيد with one another مع بعضهم البعض and manage their different emotions كيف ممكن إنهم يتحكموا بعواطفهم المختلفة السؤال الثالث write a sentence هو نفس مبدأ code the sentence لكن هذه صيغة أخرى يا جماعة الخير write a sentence أكتب الجملة which shows that التي تظهر بأنه دائما سؤال write a sentence أو code a sentence الإش المطلوب بيكون يا جماعة بعد الذات هاي عشان تقدروا اطلعوا الجملة اللي إحنا مطلوب منها the writer asked to keep the wonder book متى طلب الكاتب إنك تحتفظ برواية أو بالمجموعة القصصية اللي هي the wonder لما إيجا قال لك it's a good book هو كتاب جيد for one to keep and leave through every now and then وكتاب جيد إنك تحتفظ فيه وتتصفحه من الحين إلى الآخر الآن بدنا نحكي على الكلمات الموجودة إنهم في تمرين كلمات موجود بالworkbook صفحة 41 exercise number 7 شو بقول لك complete the following table with the words and expressions words اللي هي الكلمات expressions للتعبير from the books من الكلمات الموجودة عندنا هون تمام أنا عندي هون يا جماعة table عندي جدول حاط لك هون fact fact بمعنى تعتبر حقيقة fact اللي هي حقيقة وأن opinion اللي هو رأي هاي العبارة الموجودة هي بتعبر عن حقيقة ولا عن رأي فإحنا بنجي على العبارات الموجودة لدينا هون وشو بنعمل يا إما بنكتب F which stands for fact يعني اللي بتعبر عن حقيقة أو opinion اللي بتعبر عن رأي فنشوف إحنا العبارات اللي عنا حكي هون my favorite الإشي المفضل بالنسبة إلي وبالتالي هي حقيقة ولا opinion تعتبر يا جماعة تعتبر opinion لأنه بحكي عن رأي الخاص طيب collection of 52 short stories هي مجموعة قصصية تحتوي على 52 قصة قصيرة هل هو رأي لا طبعا هي شيء من الثوابت هي تعتبر fact حقيقة إذن الأولى my favorite تعتبر opinion وعنده a collection of 52 short stories هي fact contains many moral lessons and pieces of wisdom هي أو هذا الكتاب بيحتوى على العديد من الدروس الأخلاقية والحكمة وهذا يعتبر يا جماعة رأي ولا fact يعتبر fact عندي هون very relaxing كثير أنا كنت مرتاح فيه ممسوط منه هذا رأيي طبعا وبالتالي بدنا نستخدم معاه هون opinion تمام تمام تقدر تفرغوهم عندكم هون وعندي a good book كتاب جيد برضو هذا رأيي بالنسبة له فبديو يحكي إيجا يكون opinion تمام هيك إحنا يا جماعة خلصنا تمرين الكلمات شفتوا اليوم حصة لطيفة ضريفة في الحصة القادمة إن شاء الله رايح نبدأ بالسمري of peep story نلقاكم بإذن الله تعالى على خير وسلامه السلام عليكم اشتركوا في القناة